السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية سادس اليوم إن شاء الله رح نعمل مراجعة على درس مصادر المياه في الأردن أخذنا الأسبوع الماضي أن القطاعات المستخدم فيها المياه في الأردن اللي هي الزراعة والصناعة والمنازل إذن تستخدم المياه في عدة قطاعات مثل الزراعة والصناعة والمنازل أكثر قطاع بيستخدم الماء بالنسبة كبيرة هو الزراعة كمان مرة القطاعات التي تستخدم الماء في الأردن هي الزراعة والصناعة والمنازل القطاع الذي يستخدم الماء بنسبة أكبر هو الزراعة مثل ما إحنا شايفين بالشكل هاي القطاعات الزراعة نسبة 53% الصناعة 4% المنازل 42% واستخدامات أخرى 1% أكثر قطاع بيستخدم عنا الزراعة هو القطاع بيستخدم الماء اللي هو الزراعة بنسبة 53% بعدين حكينا عن مصادر المياه المستخدمة في الأردن اللي هي المياه الجوفية والمياه السطحية والمياه المعالجة هلأ المياه الجوفية هي المياه التي تتسرب في باطن الأرض المياه السطحية هي المياه التي تكون على سطح الأرض المياه الجوفية من مصادر المياه التي تستخدم بنسبة كبيرة مثال على المياه الجوفية مياه الينابئ المياه السطحية مثال عليها نهر الأردن واليرموك ومياه السدود المياه المعالجة اللي بنستخدمها في ري المزروعات مثل المياه العادمة تعريف المياه العادمة حكينا هي المياه الناتجة من استخدامات منزلية وصناعية وزراعية ومرت عنا بتلت مراحل لمعالجتها معالجة فيزيائية معالجة حيوية ومعالجة كيميائية مثل ما احنا شايفين بالصورة هي مصادر المياه في الأردن المياه السطحية نسبة 36% المياه الجوفية 53% المياه المعالجة 11% أكثر نسبة اللي هي استخدام المياه الجوفية بنسبة 53% رح أرجع أعيد مصادر المياه المستخدمة بالأردن مياه جوفية، مياه سطحية، مياه معالجة المياه الجوفية مثل مياه الينابيع المياه السطحية مثل نهر الأردن واليرموك ومياه السدود المياه المعالجة مثل المياه العادمة وهنا كمان أخذنا عن أسباب شح المياه في الأردن اللي هي الموقع الجغرافي زيادة عدد السكان والهجرات كمان مرة أسباب شح المياه في الأردن الموقع الجغرافي زيادة عدد السكان والهجرات من أسباب تلوث المياه في الأردن هلا هذا السؤال بختلف عن الليفو هاي أسباب تلوث المياه مخلفات المصانع والمنازل مخلفات المتنزهين والأسمدة الكيميائية كمان مرة أسباب شح المياه في الأردن الموقع الجغرافي زيادة عدد السكان والهجرات أسباب تلوث المياه في الأردن مخلفات المصانع والمنازل مخلفات المتنزهين والأسمدة الكيميائية حلول مقترحة لمشكلات المياه في الأردن واحد ترشيد استهلاك الماء في المنازل ترشيد استهلاك الماء في الزراعة أخذنا ثلاث طرق لترشيد استهلاك الماء في الزراعة مثل الريب التنقيد الريب الرشاشات الريب القنوات إذن أسباب شح المياه في الأردن الموقع الجغرافي زيادة عدد السكان والهجرات أسباب تلوث المياه مخلفات المصانع والمنازل مخلفات المتنزهين الأسمدة الكيميائية من الحلول المقترحة لمشكلات المياه في الأردن ترشيد استهلاك الماء في المنازل ترشيد استهلاك الماء في الزراعة عن طريق الريب التنقيط والرشاشات والقنوات وحكينا أكثر الطرق ترشيد استهلاك الماء في الزراعة وهي طريقة التنقيط الريب التنقيط هي من أكثر الطرق ترشيد استهلاك الماء في الزراعة إذن أكثر الطرق ترشيد استهلاك الماء في الزراعة هي الريب التنقيد لما أسألكم يا سادس أعطوني طرق ترشيد استهلاك الماء في الزراعة ترى الطرق التنقيد القنوات الرشاشات لكن أكثر الطرق ترشيد استهلاك هي التنقيد هلأ يا سادس نحفظ أول بأول وهذا ما تكتبوا عدفتر كتبتوا بس تحفظوه بالفيديو نسمع مع بعض ونسمع مع بعض نحفظ مع بعض زي هيك ويعطيكم ألف عافية